من ريف محافظة الليب أنا دكتور بالجيولوجيا منذ عام 68 عملت في وزارة النفط من ديت عشرين سنة كمدير ومدير عالم مؤسسة الجيولوجيا وعملت على كشف معادن هامة بسوريا من الحديد في منطقة الزباداني والقلمون وهذا السبب اللي بصير الحرب الشديد من حزب الشيطان عليها القلمون بدون بأي شكل يأخذوا منطقة القلمون وكشفنا معادن تاني بتعددة وأنا مؤمن بسوريا تحوي على معادن وفي الزات بينما الدراسات الفرنسية والروسية نفت وجود شيء ولا ما بريدونا نكشف خيرات بلادنا في عام 2000 1990 عملت مستشاراً لرئيس الوزراء المرحوم محمود الزعبي تشؤون النفط والسروة المعدنية وفيما بعد سنتين تانيات في دور مصطفى ميرو وفي عام 2003 تقعدت وعشت في مزرعتي في ريف إدلب إلى أن حصل هذه الثورة المباركة وكنت من أول مؤيدين لهذه الثورة لأن الشعب السوري عانى كثير من القهر والحرمان من حقوقه ومن الديمقراطية منذ ثلاث سنوات حضرت إلى تركيا للجارة العزيزة الإسلامية وأعيش حالياً بتركيا وكلي قدم شكري للشعب التركي الصديق وللحكومة التركية التي تقدم لنا كل وسائل الراحة والمساعدة من الطب ومعاملات تانية ترجمة نانسي قنقر